السلام عليكم ورحمة الله أحبائي معاكم سعيد بدوي من learn smart واتفقنا قبل كده ان احنا عندنا ثلاث أفعال خدنا المرة اللي فاتت خدنا الفيديوهين اللي فاتوا في المضارع وفي الماضي لأربع أشكال هنأجلها لغاية ما ناخد المضارع التام النهاردة هناخد في الاثبات في النهاردة في النهاردة في سؤال طيب دلوقتي عندنا الضمائر كل شغلنا بيدور على الضمائر والضمائر اللي هي ممكن نسميها أو سبجيكت سبجيكت يعني الفعل الضمائر اللي عندنا دو بتاخد أي يو وي ذي دو بتاخد أي يو وي ذي يعني بقول أي دو يو دو وي دو ذي دو أي أنا يو أنت يو دو وي نحن وي دو ذي هم ذي دو يبقى كل الضمائر دي بتاخد دو في الاثبات في الاثبات الاثبات لأن احنا عندنا لسه النف نيجاتيب وعندنا السؤال كويسشن طيب وهي وشي وقت هي وشي وقت دايما هم الثلاثة بياخدوا نفس الشي نفس النظام نفس السيستم هم الثلاثة مع بعض he does she does it does he does she does it does he does his home work she does her home work it does it doesn't matter does it matter طيب طب و did خدناش امثلا على دي i do my home work you do the laundry وهكذا طيب و did did في الماضي did صيغة do لكن في الماضي بتاخد كل الضمائر all the pronouns they did thank goodness did بتاخد كل الضمائر i did you did they did we did he did she did it did did بتاخد كل الضمائر في الماضي هيفضل عندنا النيجاتف النيجاتف بقول i do وبضيف do not i do not ولكن لا يقال ابدا i do not ou you do not ou they do not ou we do not بيت قال i don't we don't they don't you don't بتكتب بالشكل ده i don't كلمة واحدة i don't i don't وطبعا بقيت الضمائر زي i you don't we don't they don't كويس كده طيب و he وش هي و it he doesn't he doesn't كلمة واحدة زي كده بنحط الاباستروفي هنا زي بنحط الاباستروفي هنا تنساش الاباستروفي بنشيل الO ونحط بينهم ونخلي دي كلمة واحدة doesn't زي دي don't he doesn't she doesn't he doesn't eat fish she doesn't play football she doesn't it doesn't it doesn't matter يعني مش مهم it doesn't matter فاضل عندنا السؤال question we switch the verb verb to do with the pronoun بنحول بنبدل verb to do مع البرنام في كل الضمائر نعم في كل الضمائر في المضارع والماضي نعم في المضارع والماضي you speak english you speak english speak هنا صغة المضارع فلما جسأل عنها بقول do you speak english do you speak english do they speak english do i speak english do we speak english يبقى do you وهت tell you وتحط بقية الضمائر اللي احنا اتفقنا عليهم اللي do بتاخدهم هنا does 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 he does السؤال هيبقى does he does he speak english ما تقولش does he speaks english does he speak english do you do you do they do we do i طبعا الاجابة هتبقى في اجابة مختصرة وفي اجابة مطولة do you speak english yes i do أو yes i do speak english yes i do أو no i don't do they speak english yes they do وفي النف no they don't do we speak english yes we do أو no we don't هنا he she it بتاخد does he does she does it does لما نحب نسأل على he she it مع does بنقول ايه طبعا زي ما تعودنا switch the verb with the subject switch the verb with the subject or with the pronoun اتفقنا ان ده اسمه سابجيكت او برونون سابجيكت فاعل برونون ضمير او ضمير الفاعل زي ما نسميه باللغة العربية طيب في السؤال بنقول ايه does he speak english بنقول yes he does or no he doesn't does it make any sense هل الموضوع بيعني اي شيء yes it does no it doesn't yes it does no it doesn't وهكدا طيب في did برضو نفس الشيء we switch the verb with the pronoun اتفقنا ان did بتاخد all the pronouns I did you did they did he did she did it did كل الضماء اللي بتاخد did يعني did اللي هي في الماضي لما بنيجي نسأل بقول did you did you برضو switch the verb with the pronoun did you go to the school yesterday yes I did no I didn't did she make the cake yesterday yes she did or no she didn't yes she did or no she didn't did they go to canada last year yes they did no they didn't yes they did no they didn't وبكده احبائي يكون خلصنا verb to do وطبعا ليه تفصيل بعد كده في كل الازمنة كل الاسئلة كل الازمنة وكل الاسئلة بيجي معاها verb to do زي ما بيجي معاها verb to be و verb to have طيب مراجعة سريعة بقول ان verb to do له اربع اشكال do do does did done do does did done i do الضمائر اللي هي i you we they بتاخد do الضمائر you should it تاخد does معدد بتاخد كل الضمائر وبكده احبائي نكون خلصنا verb to do وهسيب لك ورق التدريبات في صندوق الوصف ما تنساش تطبعها وايضا ما تنساش تعمل subscribe للقناة لو انت مش عامل وايضا تدي like للفيديو لو الفيديو عجبك وتكتب لي اي comment واي منهج انت عايزه في اللغة الانجليزية او اي قاعدة في اللغة الانجليزية وما تنساش تدعونا دعوة صالحة بظهر الغيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الي والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي سعيد بدوي